خبط رئيس عن فتاح السيسي خد القرار وكأنه وضع خط أحمر جديد في المنطقة زي الخط الأحمر بتاع ليبيا زمان سرط الجفرة في خط أحمر تاني اتعامل حوالين فلسطين الخط الأحمر اتعامل حوالين فلسطين محدش هيعدي لا على مصر ولا على الأردن يعني محدش هيعدي يعني محدش هيتهجر الله هي الناس المصابين الناس المرضى على العين وعلى الراس ما بنقولش لا لكن كل سيكون نتكلف الموضوع دنبارح حتى وذكرت لكم أرقام كتير لكن ده خط أحمر لا لتصفية القضية لا للتهجير القصري لا للتهجير الطوعي لأنه أبدأوا يقنعوا بعض الدول ايه افتح التأشيرات للفلسطينيين بالتحديد دون قيد أو شرط عشان اللي عاوز فيهم يركب الطيارة ولا المركبة ولا حتى هيركب العربية ويخرج برا أي خط حدودي من دول النطاق زي ما بتسمى في بعض الأحوال يعني أو في بعض الأدبيات السياسية يقدر ياخد بعضه مثلا ويطلع على كندا فافتحوله كندا يا سلام فالرأي يسألك لا ما فيش حد هيطلع لا قصريا ولا طوعيا احنا موجودين على هذه الأرض حق العودة مفتاح العودة الفلسطيني لازال موجود في قلب مش بس كله فلسطيني هو المفروض أنه موجود في قلب كل عربي مخلص للقضية الإنسانية أولا وللقضية القومية العربية ثانية لكل عربي يرى في قرارة نفسه وفي عقله وفي قلبه أنه دي أضيطه المركزية المسألة مش قضية بتاعة شعب في دولة ما مجورة صديقة شقيقة تاريخي لا 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 المسألة أكبر بكتير المسألة أقرب إلى أكلته يوم ما أكلت ثورة الأبيض لو اتعامل كده هيبقى تشجيح حقيقي على إقامة دول دينية في المنطقة ودي خطة وأظنها واضحة وديكوا شفتوا المظاهرات بتاعة الأسبوع اللي فات اللي في الأردن تاني الإخوان عاوزين يسيطروا على المملكة الأردنية الهشمية وده بالمناسبة من ضمن الخطوط الحمراء اللي حطها الرئيس أنه برضو لا محدش هيقرب من الأردن محدش هيغير نظام الحكم في الأردن الإخوان مش هيسيطروا على الحكم في الأردن مصر كبيرة قوي قوي